أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية خلال اجتماعها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء بعادة النظر بمحددات فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين ودعت اللجنة إلى تجنب فصل التيار الكهربائي عن منازل المواطنين خلال موعد الإعقاد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي وأيام العطل الرسمية والأحياد ونهاية الأسبوع وإلزام شركات وزيع الكهرباء باستخدام خدمة الرسائل القصيرة قبيل فصل التيار الكهربائي وأوسط اللجنة استمرار تعاون شركات الكهرباء مع شركة البريد لغيات تسهيل عملية تحصيل الذمم المستحقة على المواطنين رئيس هيئة الطاقة ومدرور الشركات أكدوا وجود تحديات تواجههم أبرزها تراكم الذمم على المشتركين والجهات الحكومية خاصة سلطة المياه مبدئين استعدادهم لمزيد من التفعيل لخدمة الرسائل القصيرة مطالبين المشتركين بتحديث بياناتهم لدى الشركة